موسيقى مساء الخير هذه الليلة كما هو ظاهر ليس معي مجلدات كبيرة ولا وثائق كثيرة ولكن لدي مجموعة قليلة محدودة من أربع مجموعات من وثائق وليس معي غيرها والموضوع اللي هتحدث فيه النهاردة كما تتذكروا حضراتكم من السلوء الماضي هو موضوع الاندفاع الأمريكي إلى مصر بالتحديد في وقت ما من أواخر 51 إلى منتصف 52 تقريبا وهذه فاعتقادي في فترة شديدة الأهمية وفي منتهى يجلو أشياء كتير جدا أن احنا نتعقب خطوات السياسة الأمريكية ونبحث أين كان الجهد الأمريكي وكيف تحرك في هذه اللحظة لأني أظن أنه يحل أسرارا كثيرة أو يحل مشاكل وقضايا ووقت كثيرة جدا لا تزال معنا حتى اليوم بعضها على أقل تقدير وهي مؤثرة في الفهم العام أنا كنت بقول أنه بساعات مرات لما أقول معي وثائق ناس كتير أو بيتهموني بالهوس بالوثائق وحتى في الأستاذ زميلنا وصديقنا الأستاذ محمد كريشان سألني في حلقة سابقة في بداية هذه المجموعة على ما يسمي بعض الناس هوس بالوثائق أنا بقول أنه ليس هوسا بالوثائق ولكنه نوع من الغرام بالوثائق بالنسبة لي أنا شخصيا الوثائق تعني كتير عنه بمعنى أي بمعنى أولا أنه الوثيقة ورقة أو تقرير مكتوب لصاحب الشأن فيه أو المدير المسؤول عن إدارة سياسة معينة في منطقة معينة في نحضته وفي وقته حاجة الثانية أنه إذا اقتصرنا وأنا بشوف أن بعض زملائنا بزروف كتير قوي بيقتصروا عن لغة واحدة إما أنهم يقتصروا على عدد محدود من الوثائق لأنه الظروف أنا مستعد أقدر ظروف أي باحت أو يعتمدوا على لغة واحدة لأنه برضو الظروف تبقى هنا حاكمة وبالتالي فإمكانية رؤية ما هو أوسع شوية صعبة تبقى صعبة حقيقة وأحيانا مستحيلة حاجة الأخرى الثالثة المهمة أنه ينظر جدا أنه وأنا بعتقد أنه يمكن مننا من ربنا أنه إنسان عاش حادثة وقابل أبطالها ثم قرأ وثائقها فيما بعد لأنه مرات ثلاثين لا يلتقوا مرات يبقى الناس ممكن أو يكونوا قابلوا سياسي معين لكن سمعوا منه لكن لم يقرأوا ما كان في باله ولم يقرأوا ما وصل إلى دخاء العلم الحاجة الأخرى أنه من حزب الأغلبية أو من حزب الوب فهؤلاء الدوائر الثلاثة ثلاثين منهم كان مستحيل على أي كاتب مصري تقريبا أن يقعد معهم ويتكلم معهم بقلب مفتوح أول حد ممكن أوي أنه كنا نشوف النحاس باشر أو أنه يشوف سري باشر رئيس وزارة لكنه هو كان بيحادر أيضا والصحافة بعتقد المؤرخين عبره ما شاكوا حدا تقريبا كانوا عندنا يعني وبعدين الصحفيين شافوا ممكن أوي نشوف زعيم سياسي لكن الزعيم السياسي وهو يرانا بيدينا الصورة التي يرغب لأنه ما فيش علاقة ما فيش علاقة مستمرة مش علاقة مستديمة فالسياسي يعطي للصورة الذي يرغب في أن أنقلها إلى الناس لكن هذه الصورة قد لا تكون صادقة بعدين في مطالق بالقصر الملك فؤاد وضع قاعدة أنه هو لا يرى أحدا وهو عنده أسبابه كان يمكن أول حاجة ما كانش يعرف عربي عربي كان مضحك ما كانش يعرف ومززنبو لأنه عاش في ألمانيا وعاش في النمسا وعاش في إيطاليا ولم يعرف اللغة العربية حاجة الثانية أنه كان عنده مشكلة نشأت من أنه لما عديله الأمير سيف الدين ضربوا بالرصاص تركت في حنجرته أثر كبير وبالتالي لما بقى بيتكلم بقى بيعمل تصدر عنه شهقة تخيف أو تقلق أو تقرأ أو تخض الناس اللي عاديين معا وعلى حال ما كانش بيشوف مصريين وانا تكر يعني على سبيل مثال ملك فؤاد قعد مع مؤرخ واحد وهذا المؤرخ برديش يكتب هذا المؤرخ هو إيميل لوتبينج حتى ما عادش مع مؤرخ مصري ما شافش حد إطلاقنا شافش مؤرخين مصريين ما شافش سحطين مصريين بالطبيعة أو بالقطع وحاجز اللغة العربية والحاجة الثانية حاجز العيب اللي كان عنده ملك فاروق لم يقابل صحفيين مصريين إلا نادرا جدا يعني اللي قابله هو أساس كريم ثابت طبعا كان بيشوفه وكان بيشوفه انتظام لأنه كان مستشار الصحفي وكان نصيق به وكان بينهم يعني كريم كان داخل في المجموعة اللي كانت موجودة من حول الملك وفي سهارات والآخرين لكن فيما عاد هذا يعني مثلا أستاذ الصفة عميل على زهاب المنساء يروي انه قابل ملك فاروق مرة واحدة وقابله في قوضة محمد حسن وهذا كلام الأستاذ الصفة قاله على التليفجن مش يعنيه قاله مرة على التليفجن في قناة فضائية عربية قال انه شاف الملك فاروق مرة واحدة في قوضة محمد حسن الشامشيرجي وشافوا لدقائق لكن هم كانوا دايما يحرصوا انهم بشكلة واخر الملوك لا يروا المصريين لانه فيه جزء من هيبة وجزء من ستار معين وبالتالي فاحنا اللي قروا الوثائق ما شافوش الناس واللي شافو الناس ما روش الوثائق حاجة أخرى بعد كده انه انا الوثائق بالنسبة لي انا بتاعني كتير جدا ليه لانه اول حاجة انه انا كان عندي حظ انه ارى الوثائق واشوف اصحابها واعيش في الاجواء اللي صنعتها الحوادث ده لا فضل ليه فيه ولا ميزة ليه على اخرين فيه لكنه هكذا درت الامور يعني يعني الحمد لله يعني الوثائق بالنسبة لي تعني تكشف لي لانه اذا كنت انا عشت الحوادث واذا كنت رأيت الناس واذا كنت الفرصة اقرأ وثائق الاخرين بكتشف انه قدامي اضاءة على المواقف قد لا تكون لم تتح لغير راكش مرات بتلقى مفاجئات انا في اراية وثيقة معينة امريكية اكتشف مثلا انه ديبلوماسي امريكي كان موجود في القهراء ايفلند اسمه ايفلند كان كان موجود بتغدى معايا بتغدى في بيتي وانا لا اعرف انا قدامي هو رجل وزير مفاوض في السفراء امريكي لكن انا لا اعلم انه دا هذه الصفة تغطي وضع الحقيقي كمسؤول في السياي ايه ثم اكتشف انه هذا الرجل الذي كان ضيفي هو المكلف بقتل جمال عبد النصر هو المكلف بترتيب قتل رجل انا من اقرب الناس اليه وهو من اقرب الناس اليه فالوثائق بالنسبة لي بتبقى اضافات كتير جدا انا حابث اعتبن بهذه المقدمة لكلم الوثائق ودوقتي حرجع عن الموضوع الرئيشي قلت ان انا عندي اربع مجموعات بالوثائق وانا بعتقد انه الاطرال عليهم مسألة مهمة اوي لانه السرعة التي اندفع بها الامريكان لكي يأخذوا يتولوا زمام الموقف بالانجليز ويدخلوا الى مصر ويلتبوا اوضاعهم هناك ويضعوا رهانا على مستقبلها وعلى دورها رهان كبير جدا هو وحده ما يفسر ما تلا ذلك من اشياء كتير لكن السرعة اللي تمت بها الحوادث انا بلاقيها اللي تمت بها الاندفاع الامريكي الى مصر انا بلاقيها مذهلة لانه لغاية اول الواحد وخمسين الامريكان كانوا لا يزالوا ملتزنين بتقسيم مناطق النفوذ سفيرزوف ايفرانس اللي هما كتبنها في الوثائق سفيرزوف ايفرانس تقسيم مناطق النفوذ بينهم وبين امريكان واللي التنين توافقوا عليه تقريبا بعد ما لقوا انه راتبوا الخريطة زي ما شرحت انا قبل كده او حاولت اجرح وبعدين جربوا التنافس في سوريا في الانقلابات بين شركات البترول و انا برضو ايضا ادت كلمت به واستقرت الامور بينهم على نوع من عودة الى مكان بين فرنسا و انجلترا الى اللي هو في الانطنت كورديال القوى الكبرى زمان باستمرار لما تستنفذ وسائلها في السباق بتدي نفسها فرصة للراحة تهدأ فيها الأمور لكي تندفع للسباق من جديد سواء تحت اسم العنطارد كورديال مع فرنسا انجلترا وفرنسا 1904 أو مع بين انجلترا وبين أمريكا ولغاية أول 51 ألاقي أول 51 ألاقي في لا يزال الموقف كما هو الكلام ده ألاقيه في يناير 51 ألاقي في يناير 51 تقرير اجتماع لمجلس الأبن القومي بيقول الأوضاع بتتحرك الأمريكي يعني الأوضاع بتتحرك بسرعة جدا في الشرق الأوسط وإحنا لابد أن نفكر وبعدين يستقر القرار هنتعامل مع مين وإحنا في المناطق اللي فيها اللي احنا فيها السعودية وإسرائيل وتركيا وإيران هذه كافية والدخول في العمر طبعا بكده حيدخلنا في أشياء كتير قوي ولاقي أنه تقريبا الموتو أو الشعار المورفوع في الاجتماع لكي يحدد سياسة أمريكا في المرحلة أنه والله يدول كلهم راجعين كل اللي جواب في الداخل يدول كلهم شوية جماعة راجعين وإقفاعيين إلى آخري ومن لاش جعبيهم ولا يمكن صعب أو التعامل معهم وخلوهم مع الإنجليز الإنجليز ليعرفوهم أكتر مننا لكن سيبوهم كتن لا تكت تنضي وانا عم بلا أشوف محاضر مجلس الأمن أنا جايب معي المحاضر أحبتش أجيب مجلدات طويلة لكن جاب مع المحاضر أرص ألاقي كلام اللي قدته كلهم راجعين ويسيبوهم ألاقي أرص ألاقي قدامي يوم 2 مايو 51 جلسة مهمة جدا لمجلس الأمن القومي هذه محاضرها ملخصها أولها كده ده موجود بقى جنرات أمريكا والأدميرالات والرجال الـ CIA والبيت لبيض ورئيس مجلس الأمن القومي والمستشار قام قومي الرئيس بيقولوا إيه بيقولوا إنه إحنا بعد ما اجتمعنا المرة اللي فاتت إحنا كلفنا وكيل وزارة الخارجية مجي وأنا شفته هنا لما جاب بسر ورح شاف النحاس باشر وأنا سمعته بعد ما شاف النحاس باشر وكان بيقول انطبعات بعض انطبعات كان في عشرة عند السفير أمريكي في جيفرسون كافري في ذلك الوقت مجي وإحنا وقتها ما نعرفش طبعا لا كنا قليل الوثائق ولا كنا بهذا القرب من مجال الحوادث مجي جاه مبعوذ وكيل وزارة الخارجية مبعوذ من مجلس الأمن القومي في وقع الأمر لكي يجي إلى مصر التي اكتشفوا انها مفتاح رئيسي لأنه في حاجة كل ما يروحوا في حتة يصطدموا بشكل ما بخيط يؤدي إلى مصر الناس متأثرة في مصر الثقافة المصرية الخوة الناعمة اللي كنت بتقول أليها التأثير السياسي التأثير الفك فكري التأثير التعليمي وقتها كان كل الشباب في العالم العربي كلهم بتعلموا في الجامعة المصرية في الجامعات حتى في جامعة أمريكية في الصهيرة كان مليانة شباب عربي المجيب يجي وبعدين بيقعد بيشوف كل حاجة في المنطقة وبعدين يرجع يقدم تقرير أنا بعتقد أنه هنا أنا عايز نمشي وراء أثر السياسة الأمريكية وكيف تحركت أواخر 51 52 لكي نرى إلى أين اتجهت لأن أمريكا هي الفاعل الرئيسي في الصراع حتى هذه اللحظة لنرى كيف وقع الدخول الأمريكي كيف وقع التغلغ الأمريكي كيف وقع الصدام مع أمريكا وكيف وقع الوفاق فيما بعد يعني بيرجع رابط مجي بيرجع للمجلس أمن القوم وأنا عقد اجتماع لللجنة التنفيذية لمجلس الأمن القومي يوم 2 مايو 51 وأنا قلت مين اللاس اللي حاضرين وأنا مستعد برص أقول في المجلس الموجودين في الجنرالات جنرال برادلي رئيس أركان حرب جنرال كولينز مساعده جنرال فاندنبرج قائد الطيران جنرال أدمرال شيرمن قائد الأسطول إلى آخرة يعني عندي هنا عشرة تنشر جنرال وأدمرال وعندي هنا خلاصة المؤسسة السياسية الأمريكية بما فيها الناس اللمعوا جدا زي نيتسي اللي هو صاحب نظرية كبيرة أوة الحرب بيقول ايه مجي مجي قاعد يحكي معهم تقرير بيحكينهم بيقولهم انا استطيع ان اؤكد لكم اننا في حاجة الى شياسة اكثر ايجابية تجاه مصر وانه لا نستطيع ان نتركها للانجليز بهذه الطريقة نحن كان وفاكونا معهم واننا قابلت هو بيحكي بيحكي في التقرير محضر الجلسة يعني بيحكي انه انا قابلت رئيس زارة لبنان وقابلت رئيس زارة سوريا وقابلت رئيس زارة الأردن وقابلت كل من ينبغي ان اقابلهم في المنطقة في عمق المنطقة وجميعهم بلا استثناء قالوا لي من فضلكم شوفوا طريقة لانه نزاع المصر الانجليزي والطريقة للانتلترة بتتسرب بيها قدام مصر وتعطي الاتفاق هذا سوف يؤدي بالمنطقة الى كارثة لانه سوف يؤثر علينا يا جماعة هم بيقولوا اللي بيجري في مصر سواء اردنا او لم يريد بيؤثر على شعوبنا وانه استمرار هذا الصراع وتفاقمه وتعقيداته المحتملة قد تأتي الينا نحن هنا في سوريا ولبنان وفي الأردن وغيرها ايه دا حاجات لما استطاع السيطرة عليه طبعا نتطلقه وشوفوا الطريقة طبعا وبعدين بيجي المجي بيقول ايه في تقريره بيقول انا رحت مصر ولابد ان اقول انه ما رأيته هو ادهشري او اقلقني الوزارات كلها بعيفة والملك حائر فيما يمكن ان يفعله والفساد مستشري وفي حالة هيجان عامة واذا والقضية الوطنية في هذا الموضوع او قضية جلاء الانجليز عن مصر القضية الوطنية متمثازة في شيئين فالحكاية الجلاء عن القعدة والحاجة التانية حكاية اللي حكاية التاج مع السودان الاثنين دول مع بعضهم وتعقيدات الجارية بشأن القضيتين مع الانجليز سوف تؤدي الى تعقد رضع المصري بما يؤثر على المنطقة كلها واحنا الانجليز واضح انه الامبراطورية البيطانية غرقت غرقت في رمال المتحركة لشرق الاوسط واحنا جال وقت مصالح الغرب لم تعد تحتمل حرب البلدة تتقدم المواجهة مع الاتحاد السوفيتي بتزيد الاتحاد السوفيتي بقى عنده سلاح نووي فيه سباق نووي موجود والغنيمة الكبرى هي بصادر الفترول واذا تمكن الاتحاد السوفيتي من دخول المنطقة فسوف يستولي على كل الفترول العرب تقريبا لانه حيث عنده القوقاج عنده ايران وعنده كل الخليج العربي وهذا لا يمكن قبوله والمفتاح في هذا هو مصر وما يمكن الاقعاله في مصر التي لا نستطيع ان نتركها لانجليز صحيح ألاقي انه مجيه اخر توصية ده بيقول كيف نتصرف مصر لكن وصل النتيجة بيقول واحد وصل النتيجة بتقول ان واحد الملك فاروق هو مفتاح المقف لانه هو عنصر الثبات الوحيد او عنصر الاستمرار الوحيد الذي نستطيع ان نتعامل معه زكاة الوزارات بتروح وتيجي واذا كان وكلها ضعيفة واذا كان الشعب حيران وليست فيه قوة شعبية منظمة فالملك هنا العرش هو القوة الوحيدة الباقية التي نستطيع حتى لو كان عندها مشاكل ان نسلدها لكي تساعدنا في الامساك بمفاتيح الموقف في مصر ده كان التقرير الاول قدام اجي الاقي ما تجيه برضو بيقول حاجة مهمة اوي بيقول ايه بيقول بيقول حاجة بيقول انه ايه هو بيعتقد انه مشكلة في المشكلة لابد نتقدم نعمل دور ونساعد الملك عشان نساعد الملك كذب نحل القضياتين بيقول قضية الجلاء ممكن تنصر فيها الى حل والملك جاهز بمعنى انه احنا عايزين مطالب 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 الغرب وحتى مطالب الانجليز هادي احتفاظ بالقاعدة احنا جينا قلنا القاعدة الموجودة في منطقة قناة السويس منطقة العسرية ان القاعدة اللي الانجليز وقتها في ذلك الوقت خدروا موجوداتها المادية بمعنى المعدات والتسهيلات والمساكن والمعسكرات مهولة وهي اهم موقع اهم يعني في الاستراتيجي البريطانية في الاستراتيجية البريطانية والغربية بالعموم قاعدة قناة السويس كات هي بؤرة الانتكاذ ما بين كل افريقيا على البحر الابيض على الخليج واصلة الى الخليج نفسوها على كل التجاهات والبحار والمحيطات الاخره مما لا اريد ان اخوص في كتير او انه معروف اي نظرة على خليطة بتوري احنا فين فمجيب يقول المسألة المسألة اللي بتهم الملك هو رجع بتقديره المسألة اللي بتهم الملك هي مسألة التاج التاج هنا قضية غريبة وعلاقة قصة محمد علي بالسودان علاقة في هذا الرابط العظيم اللي هو نهر النيل بمصر والسودان وفي هذا الجوار الانساني والتاريخي والاقتصادي والاجتماعي نقول فيه زي ما احنا عوزين فيه في نظرة قصرة محمد علي سواء من عهد محمد علي او من الكشوف الجوارفية اللي صرف عليها في وقت الخدوء اسماعيل او في اعادة فتح السودان وقال امرت اللي بتفتحه الكتشنر مش احنا لكن في هذا السودان التاج التاج المصري على السودان الى درجة ان انا مرة سمعت مرة فيه بيت عبود باش بيت احمد عبود باش والاستاذ بصفة عمين موجود وصري علي عمين موجود محمد علي حسين جوز بنته موجود وبنته مونا اللي كانت متجاوز على اسم محمد حسين موجود لقيت الكافير امريكي مرة كافر كان بيقول ايه بيقول انا عمري ما شفت بلد زي مصر بلد محتلة لا تزال مستعمرة وبطلب بامبراطورية قاعد اتخلم على المتنف والغاية قريب كدب تابع للخلافة العثمانية ومحتلة بالانجليز وبطلب بامبراطورية وكان دايما يبقى بيبدي عجبه لكن في فهم مراحل التاريخ في بعض المرات لابد ان نعود الى الوراء وان نعود قليلا الى جذول المسائل من غير من توه المهم موضوع التاج كان هو دا الموضوع عند الملك فاروق وما جاء ادرك قال ان التاج ولو بشكل رمزي ممكن او يحل مشاكل لكن علينا نحنقنا الانجليز بانه موضوع التاج دا يقدر يسهل فيه والملك فاروق مستعد للتساهل في موضوع القعبة ويجيب وزارة ماشية موضوع القعبة ويحل المشكلة دي كلها لانه ما نقدرش نكمل بالطريقة دي بعد ما سمعوا منه الجماعة اللي عادي مع ما جي سمعوا وتقرروا فيه تعليق من ادبرال شيرمن خائد الاساطير الامريكية بيقولوا ايه وانا ساعت الجنرات والمرشيات الامريكية لما يتكلموا في السياسة لما بيتكلموا في الستراتيج اللي هم عارفين ايه بيحركوا طائرات واساطير وبيعملوا طرباء الدنيا كلها بيقدروا لكن لما بيتكلموا في السياسة بيبقوا غراب اوي بيقول الشيرمن بيبص المكديم بيقوله ايه شيرمن بيقول الماقف مصر ببعثر وكذا 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 فبيقوله ايه بيقوله can't we collect those bits and pieces منقدرش نلم فكفيك دي حفت والشظايا وده كلنا هم نلمها معا بعضه فبيقوله ما تجيب ويقوله ده اللي لازم نحاول نعمله نسيب المجموعة دي المجموعة الاولى المجموعة الثانية هلاقي هلاقي انجلترا بدت تحس ده اغسطس 51 دي بقى دي مايو انا وليه دي مايو دي اغسطس انا ماشي سلو موشن زي ما يقول ماشي ببط لانه انا عايز الصورة تبقى واضحة صورة الحركة الامريكية تتضح في هذه الفترة مذكرة هنا مذكرة اكتباها وزبط الخارجية البريطانية بتحاول تحلل هي امريكا عايز تعمل ايه بالضبط شايفين امريكا بتندفع ماجيب يندفع وفيه كلام بي وصالهم فاشنطن انه امريكا متجه الى مصر ومعدين مجيج مسألة مهمة على فكرة من حاجات انا دايما افتكيرها انه مجي لما راح يشوف النحاس باشا كان النحاس باشا في اخر ايام وزارته وانحنا كنا انا كنت راح بص اشوف وغير كان من صحفيك الرحيم شوفت من حاجات لطيفة جدا النحاس باشا كان دايما موسوس كان دايما لما يسلم على حد او قابل الناس كتير قوي بقى يحاول يغسل ايدي بكلونيا فكان دايما فيه زابط ماشي وراء زابط ماشي شائزة كونيا بجي وهو خارج والجرنين بيتصور وح كل الجرائب بتصور ونس وقف وفيه زحمة كتير قوي فقبل ما يمشي وطلعت في الصور قبل ما تمشي قبل ما يمشي بجي لحس فشها سلم مع الناس كتير من الوفد الامريكاني فالتفت لزابط كونيا عاوز كونيا بسرعة والكاميرات شغالة والرجل السواقب لما نحاس باش قال كونيا بجي رجي التفت تاني شوف ايه الحكاية دي المذكرة دي بقى برجع المذكرة دي ممكن اترا حس انه في حاجة وبعدين جايين بيقولوا انه تعالوا من فضلكم احنا شايفين انكم بشكل او اخر بتعملوا نشاط احنا مستريبين فيه فتعالوا قلولنا عشان ما يتخيش مع بعض من فضلكم تعالوا قلولنا انتو بالضبط عايزين تعملوا اين بتعملوا يعني يعني لانه دي احنا بتفقين يعني فقلوا لكن انتو بتعملوا نشاط فبيقولوا في جواب كتبه ماريسون هاربار ماريسون ده كان وزير خارجية عمالي تاريخه 15 غصص 51 لكن بيقوله بيحاول يشرح بيقوله انتو كاتب لأتشيسون وزير خارجية امريكا بيقوله احنا حاسين انتو تعملوها بقص وانه عندكم تغيير في السياسة وهذا مخالف اللي احنا بتقين عليه لكن من فضلكم على اقل التقدير قولونا انتو ايه بالضبط اللي عوزين تعملوه وبعدين بيحاول يشرح بيقوله ارجوك تفهم ما ياتي بتاروك تفهم ان احنا عندنا موقف من معاهدة وانه لن نقبل كلام الفرق بالتالغاء المعاهدة هذا اللي هو ده اللي بيقوله لانه المعاهدة فيها حاجتين فيها الشاطر السياسي المصريين بيعملوا كلام بلغوا المعاهدة ما تخشوش في موضوع ممكن يؤدي الى احراك بيننا وبين كل انه هنتخانق عليهم الحاجة التانية بيقوله انه مصر ما هيش في حد داتها مهمة تدبه لديه وانا مصر مهمة كحدث لكن ارجو انه كتير قوي حتى هذه اللحظة يعرفوا ان مصر مهمة بما تعنيه لانه هنا في مرات حد يتصور ان والله انا مهمة في حد ذاتي او اي حد مهمة في حد الصحيح الاوطان مرات بما وقعها وبالتاريخها يبقى ما تعنيه اهم كتير قوي مما تصوروا عن نفسها بالنظرة اللي تدست تياها في المراية اي حد ممكن يدست في المراية وشو شكله لكن هذه ليست لا صرط ولا قمته في ما هو اكتر مما هو لا يراه فبيقوله ان مصر ليست همة في ذاتها فقط ولكن ده اعتبرها العنصر الرئيسي في الدفاع عن الشرق الاوسط الذي يهموكم كما يهمنا طيب وبعدين بتقول احنا بيقوله احنا بنقوم بدور في مصر نيابة عن كل الدول المحبة في السلام وما تغلطوش فيها اذا كان مصر ليست مهمة في حد داتها وانما مهمة بالنسبة للكل رأرجوكم تعرفوا ان احنا بنعمل الظلم في مصر مش لنا فقط ولكن ايضا للكل وبعدين عايز اقولك حاجة بيقوله ليست هناك حكومة بريطانية تقبل في التطريق في موقفها في مصر وتبقى في الحكم يوم واحد لا تبقى في الحكم يوم واحد انا شايف جواب بعد كده ملك انجلترا باعت تشارشد جواب بيقوله انا اعلم ملك بيقوله ملك انجلترا بيقوله بيقوله انا اعلم كم تعني مصر بالنسبة لك وبالنسبة الاستراتيجية العلية البريطانية وانا مساعدة فهمك في هذا ومساعدة فهم وقفتك الى اخر مدى في هذا الموضوع تشارشد كرئيس زارة في ذلك الوقت وبعدين بيقول بيقوله اتشيسون بيقوله انا حبقى حزين جدا هيبقى يوم حزين جدا بالنسبة لي اذا كررنا في مصر ما عليناه في ايران بمعنى انه يباني ان احنا متسابقين وان احنا مختلفين وان المصريين يقدروا يتصوروا انهم يلعبوا على المسافة مسافة الخلاف اللي بدنا وبعدين الاقي انه رئاسة اركان الحرب البريطانية تبعت لرئاسة اركان الحرب الامريكية الاكسياسيين بيكلمهم العسكريين كمان عسكريين بريطانيين بيبعثوا يقولوا لل 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 للامريكان انه نظراءهم بالامريكان للقيادة الامريكية العسكريين الامريكان تدعيما للمقف عسين من فضلكوا تعرفوا مصر تعني قد ايه احنا موجودين فيها الى اي قدر انتو مش عارزين تتورط واحنا نيابة عن العلم الحر كله موجودين في مصر واحنا بنعمل انتم مهتمين بالدفاع ان شاق اوسط وتأكدوا ان احنا وجودنا في فصل يسد فغرة مهمة جدا وانه وانه قاعدين يشرحوا الاسكريين الانجليز مستميتين في الدفاع وفي اقناع زملائهم في الدفاع المشترك في التنسيخ الاستراتيجي المشترك بين قواتين الكبار ووقع الامر مجموعة ثلثة بيرجع تاني مجلس الامن القومي الامريكي بعد تقرير مجي وبعد التدخل المستميت سواء من موريسون وزير خارجية او من رؤساء اركان حرب مع رؤساء اركان حرب تلاقي الوقت كان مارشال ماتجومري رؤساء اركان حرب مع وبرادلي كان هو جنرال برادلي ويتمين اشتغلوا مع بعض حرب العالمية التانية مارشال ماتجومري وجنرال برادلي ويتمين بقوا تشيف صوف ستاف وقتها واذاك ده يسهل اوي التعامل واحد رئيس اقتر حرب هنا واحد اقتر حرب هنا ويتمين حربوا مع بعض فرنسا كان مواقف سعلا فال لكن ديسمدر واحد وخمسين ألاقي سكرتير مجلس الامن القومي جاي في فصل في جارة سرية وبعدين كاتب تقرير راخر حقوله نقاط بعض الاسلم واحد بدي اول اجتمع مجلس الامن القومي وهو اللي عندي هنا انه هو بدى يقدم تقرير وبدى عنده برضو قاعد عسكريين صف عسكريين مريشالات وادمرارات وصف السياسيين وخبراء ووزير خارجية موجود بنفسه وبري هو اللي هو كان سكرتير عام مجلس الامن قومي جاي في مصر وبيدرس الصورة ثانية بعد كل الترضي تب يقول ايه الوضع في مصر غاية في السوق ادي اول حاج وبعدين ثانية كراهية المصريين الانجليز دا يمكن تصورها ثلاثة المشكلة مشكلتنا الكبرى ان المشاعر التي تظهر في مصر تؤثر على العالم العربي كله وبالتالي فنحن امام منطقة فيها بلد رئيسي لا نستطيع ان نتغافل لحظة عن الاهتمام بشؤون طيب وبعدين وجود الانجليز مشكلة كبيرة جدا لكن هناك مشاكل اخرى تتفاعل وتحضي شحنة خطيرة لا تقبل الانتظار ويعددها اجتماعية اقتصادية زي عد سكان مشكلة التعليم الامية الى اخرين وبعدين قال هقول لكم بنفسي وقعة انا شفتها هي الوقعة انا عدت عراها لكن عاطرة امريكان هو بيقول انه هو كان في منطقة قناة السرس بيبص وبيقيس الشعور عيضا فبيحكي لهم وقع بيقول انه كان مشكل في اسماعيلية فلقى فيه هيصة كبيرة وضرب وبعدين سأل ايه الحكاية كان فيه واحد راجل لايم على رسي وبعدين فحد ده سيظهر تكر وحصل له حكسة ولا حاجة تقترب منه عسكار انجليزي يشوف فيه ايه فالناس بسط لقت العسكار الانجليزي مقرب من واحد مصري دايم على الارض فبدت فيه تجمع بدى فيه زيطة بدت فيه مظاهرة فهو بيقول ان الموقف قد كده قابل اشتعال الى درجة ان رجل ميت الرجل نائم تصور انه رجل مات قدام رجل انجليزي واتقلبت الدنيا قامت مظاهرة واتوصلت هذه المظاهرة الى قتل الثلاث مواطنين مصريين وجرح مش عارف كم عسكار انجليز فبيحكي بقول لهم موقف لا يقبل بعدين تدور منقشة انا ادعيها مهمة مجيء جاء قابل الملك الملك هو المفتاح الموقف بار رجع بيقول انه ملك فاروق لا يمكن التعامل مع حد اخر مصر الصورة قدامنا الوافد واتطالع من حكم وعلى وشك انطلع من حكم بعد الغاء المواحدة خصوصا وهو بعيد وفي رأس ماليين مصريين كتير قوي عند عبود بشا الى آخر برضو مخطوضين لكن دول ليسوا طرف حد يتكلم معه والاحزاب الاقلية كلها من اول احرار دستوريين لغاية الساعدين كلهم بر وما يعني ما هماش ما هم ما بيملقوش شيء في الفراغ السياسي بصرف النظر عن القيمة السياسية والفكرية والثقافية العدد كبير جدا منهم والوطنية كمان لكن اللي ماقدرش يوصل للناس ماقدرش يوصل يبقى عنده قاعدة بين الناس مهما كانت كنته في حساب العمل السياسي لا يسوي شيئا بعضين يجوا يقولوا طيب نعمل ايه اذا كان الملك فاروق هو المفتاح ما الذي يمكن عمله وبعضين يوصلوا انه لابد ان الكلام مع الانجليز بشكل ما في موضوع التاج وانه برضو الملك حيتساهل في موضوع القاعدة خبراء ممكن نتكلم ايش رايز اقبل بضعة الاف خبراء يعني الانجليز يطعم التعفة دي طلعت طلعت طلبة توصية انه الانجليز عشان يبدو حسنية تمكن الملك بالتصرف بحرية اكتر انه والله انجلترا هتبدأ باجراء القوات الزائلة عن المقنن الضروري للقاعدة لانه في ذلك الوقت القاعدة كانت مجتضة بناس كتير قاعدة خلالة سويس كانت مجتضة بكمية عساكر وكمية معدات لانه الموقف في ايران كان بتحرك كان ظهر تأميم البترول او كان على وشك مصدق على وشك يؤمن البترول وهتقوم ازمة ايران وآية الله كشاني والحكاية الهنجز كلها تصر قوات اللي كتمكن تتنخل في ايران في مطلع اذا قرر الانجليز تدخلهم فهتموجود في مصر فالقاعدة في ذلك الوقت كانت حوالي مثلا 120 125 ألف جندي فالامريكان كانت اقترحهم الاول انجلترا تبدأ عمليات اخراج القوات الزائدة عن الحاجة المقننة في القاعدة بحيث تبدو حسنية تساعد الملك في انه يتصدى لوزاراته مثلا بالتحديد لازل فلاح الدين لازل محمد فلاح الدين وبحيث انه لو جم يرضوه بشيء في موضوع التاج رمزي يبقى مسائل ممكن تمشي لكن في هذه اللحظة لا يزال الملك فاروق هو مفتاح الموقف في مصر في الاجتماع ده ألاقي الجنرات والمرشالات المهمين في أمريكا بيكلموا هموهم اي طيب بيكلموا مع اللي بيقدم التقرير السفير بري اللي هو سكرتير مجز أمقام بيقولوا طيب بعد ما خلص عقدوا التقرير هو بينقشوه المناقشات نمرت واحد هو في حد سوفيت له نفوس مصر فقاله في حد سوفيت تبعيد قوي يعني مش مشكلة كبيرة وتحاد سوفيت مباشرة مواش مع سوفيت السؤال الثاني لحزاب الشوعية قد مؤثرة في مصر سيبتدي يحكينهم على حزاب الشوعية وفي تقدير كما ترى السفر وبعدين يسألوا على الدين فين في مصر التدين الأمريكان دايما في ذهنهم أنه أنه يقدروا بدين يكسروا الإمبراطورية وبعدين ممكن أو يكسروا بمعنى أنه الإمبراطورية الشوعية قدامهم أو الإمبراطورة البيطانية الدين ممكن أو يكسر الإمبراطورية الشوعية الملحدة وبعدين في ذهنهم وده موجود في الكلام كله أنه الدين يضرب الإمبراطورية الشوعية يضرب الحد والسوق اغراء السوق يضرب الايمان فيه مع بعض وده نظرية ماشية ولا تزال تتبح بشكل او اخر يعني اغراء السوق اغراء الاستهلاك يطلع الناس من يغير يغير كتير اوي وده بنشوف حاجات كتير اوي فيه الحاجة بتكلم بيتكلم ده مين ده بيتكلم بالتحديد على الاخوة المسلمين السفير بولن بيسأل على ما هي قوة الاخوة المسلمين بالضبط يعني ضلت كلام عن التاري الديني وبالتالي هلا بنلاقي ان المسائل بتارجح اجي للمجموعة الرابعة من الوثائق دي الاقي ايه الاقي انه الامريكان الانين امريكان الانين انهم بدهم يسمعوا انه الانجليز بقوا عصبيين وفي عصبية الانجليز وخفهم من انه امريكا تتدخل بقدر محرج لهم في القاهرة يكادوا يكونوا بتعجلوا المسائل فتبتدي الاستعدادات تزداد الى مواجهة الموقف في مصر والفوضى في مصر احتمال الفوضى في مصر في ذلك الوقت بطريقة حاسمة فالخطة روديو اللي هي ترويض الحصان الجالي حونك كلمت عليها تعطى كان لها في انذار عشان تدخل هذه العملية في طور التنفيذ الانذار المطلوب للقوات مدته 2 و 7 ساعة فتعرف الامريكان يعرفوا انه مدة الانذار خفضت من 72 ساعة ل88 ساعة بمعنى ان تكون القوات البريطانية جاهزة في اي وقت وعند اي ازمة وعند اي احتكاك تدخل القاهرة باي دعوة حماية الاجانب تدهور الموقف الى اخر وبالتالي يبتدهم يترسطوا بالامريكان بالانجليز قولهم احنا عارفين ان الخطة روديو سيت افجريدد بالوقت بتاعها فترة الانذار قلت وهذا له معنى ساعة نوصل بعد كده الى مستوى القمة مستوى القمة هنا في ايه في في ترومن حيتقابل مع تيرتشل لبحث موضوع الشرق الاوسط لانه موضوع الشرق الاوسط ومصر فيه اصبح مما لا يمكن تهون فيه فيه اجتماعات تمهيدية بتتعمل علشان الاعداد لمؤتمر قمة الاجتماعات التمهيدية بتحصل في 8 يناير 52 8 يناير 52 بيحصل لقاء قمة في واشنطن في البيت لبيب بحضر اجتماع موجود قداني هنا بحضر اجتماع القمة قداني هنا الكلام فيه انه بدى تيرشل و ترومن مع بعض وقالوا والله ترومن بدى كده بدى الموضوع اللي بنتكلم فيه في هذه القمة هو الشرق الاوسط والموضوع المحدد في وسط الشرق الاوسط هو موضوع مصر ومصر بالتحديد واحنا عاوزين نبقى عارفين بنتكلم على ايه فانا باقترح ان احنا ندي التوجيه لوزراء الخارجية من الجانبين يعني انتوني ايدن من لحية بريطانيا ودين اتشيسون من لحية امريكا يقعدوا يقدموا لنا كيف يمكن انت بتقولوا لنا نسقوا معنا واحنا مستعدين ننسق واحد احنا مش لا نقبل ان الموقف بهذا الشكل يستمر في مصر وهذا يؤثر علينا انتوا عاوزين تقولوه انتوا عاوزين تقولوه لكنه مفيش والانجليز بدى يحسوا انه مفيش زار في الكلام انه بقى موضوع مصر امريكان دخلين فيه مش لعب يعني دخلين دخلين يعني ف لكن هذا موضوع واحنا مستعدين نصل معك وفيه الى تفاهم لكن لا نستطيع ولا نقدر ان نتركوا لكم كده وباختصار انا اللي يقرى في المحاضر يلاقي انه تشيرتشل رئيس زارة انجلترا اه لما ترومان سأله في اول اجتمع التهمين قال له انا عايز اعرف ايه العقبات اللي مع مصر وبعدين واحنا رأينا انه الملك فرق فاضح حرج وهذا لا يمكن استمراره لانه لابد من مساندته وبعدين تشيرتشل بيقول له المشكلة ان الملك فروق متمسك بحكاية التاج هذا هو الموضوع وانه هو يعلم ان السودان لن يعود اليه ويعلم انه الناس بقت خلفت والناس طلب الاستقلال وانه لا يمكن حق تقريب مصير في هذا العصر الى كذا وهم ما يعرفوش حاجة عن السودان وهذا صحيح احنا نتكلم عن السودان وقلائل منا جدا في ذلك الوقت كانوا قد عرفوا السودان او دخلوا اطلوا على مشاكله وانه هذا بتتبين قدامنا انه السودان عنده مشكلة حقيقية مشكلة فيه مشكلة ان فيه السودان واحد وانا اتكلمت فيها مره قبل كده ومش اعجي اتكلم فيها لانه خارج الموضوع وبعدين ترومان بيقول هريد بحث هذا الموضوع والوصول فيه الى نتيجة غدا مش بعد مقره غدا وبعدين تشارشيل بيقوله في الاخر بقوله من فضلك ما استعجلش بالطريقة دي لانه احنا بالطريقة دي انت بالطريقة دي بتدي للمصريين بتدي الملك فاروق بالضبط فرصة يلعب على منطقة الخلافات اللي بيننا وده هيؤدي الى ضعاط موقفنا كلنا طيب بيتيجي الاجتماعات وزر خلية اجتمعه ودين قادش ثم بيضاعش فات بيقول جدوى للاعمال اللي هده فيه بند واحد مصر وبعدين دخل يتكلم على ايه العقبة العقبة تاج طيب بده يستعرضه كل لكن وزير خارج كل الحاجات اللي في التاج والامريكان بعرضه خط طب يا جماعة رمزيا هو مش محتاج حاجة هو كل المسألة انه مسألة اضغطاء تاج دولوا انه السودان تحت التاج قاعدوا يحلقوا فرصة انه يعني يحاولوا لقوا صيغة بامكانية توفيق شيء ما يربط تاج الملك فاروق بسودان مش لاقين صيغة وبعدين وزير خارجين يقول في اخر شو ما تضعوش وقت معنا لابد من عمل شيء لتقوية الملك حتى يستطيع ان يتصرب تجاه الوب وتجاه شعب طيب الخمسة وعشرية ناير هلاقي فيه الموقف في قناة السودان بتحرج والامريكان خايفين خلص القمة هنا والكلام عالتاج ويشوفوا الطريقة وحيتصده وكاكري حيتصد بالملك وحيعملوا الى اخرين لكن الموقف في قناة السودان لا ينتظرش القمم والكلام ده حكاية الكوليس بتحطره والمدهة هتيجي وفي يوم المدهة وقبل حريق القاهرة قبل حريق القاهرة يوم 25 يناير في اجتماع رايح فيه وزير الدولة البريطاني حاجة زي المسرح يقابل وزير خارجين امريكي واشنطن وهو قاعد بتخشره برقية فبيمسك البرقية بيقول اه ده الموقف قاسر اسمه تحرك جدا ويظهر فيه اشتباكات النهاردة كبيرة اوي بين البوليس المصري والمدين بقوات البريطانية واضن انه فيه تعليمات بان الخطة راديو خط الدخل في مصر تبقى انشط اكتر يبقى اندار 24 ساعة من 72 ساعة 48 ساعة ثاني يوم بتقلب الدنيا وحريق القاهرة والاخره وحريق القاهرة هنا فيها موضوع حلمسه بعدين لكن الموقف اصبح مما لا يمكن وهنا والملك بيقيل وزارة الارض لكن انا لقي برقية من وزير الخارجية البريطانية الامريطاني يكلفي السافير البريطاني يروح لوزارة الخارجية ويقول له من الموقف اعرفوا انكم الان امامه فرصة العمر عشان تساعد الملك طروق دخلنا في حاجة تانية دخلنا في ايدن ولاقي ايدن يتلقى رسالة من وزير الخارجية امريكية وفي هذه المرة لم تعد الكلام بالرقة لكن يكاد يكون وزير خارجية امريكا بيدي اوامر وتعليمات والصيغ لوزارة الخارجية انجلترا بيقول وبعدين بقى الصيغ دي فيها ما هو ملفت للنظر لانه لا تزال تتبع معانا نفس الاساليب النهاردة كما تبعت من قبل بيقول له ايه بيقول له انتو مش عارفين تتصرفوا في تماصر هو انو الكلام ده كله وصراعت مع الملك والكلام ده كله انتو موصلين الدنيا الى مأزق وهذا مما لا يمكن قبوله فبيقول له ان احنا خالقين جدا ومتقولناش فيه تنسيق ومتقولناش كذا ومتقولش كذا احنا انت بتعقادوا الموقف دون مداعي لكن يقول له ايه بقى حاجة يقول له حاجة انا بقيها كوات ريفيلي اقصد ايه كاشفة باكتر مما ينبغب بيقول له ايه انتو عندكو اسلوب في التفاوض انا ما بفهموش عاك انتو عاوزين لازم عاوزين تقدموا الصيغة والصيغة متضمنة للحل في نفس الوقت وهذا اسلوب عتيق في الديبروماسي هنقترح عليكو شيء وزير خارجية امريكا هقول لعلم وزير خارجية انجلترا درس في كيفية التعامل مع راسك وهو درس مهم جدا في التقالي ايه الدرس اقول له لو دخلت في صاميم القضايا عمركو ستصل الحل صاميم القضايا تصل اليها في نهاية المطاف لكنك اذا اكتدأت بها لن تتقدم وبعدين حتى مقدمات القضايا ما تبتديش بمقدمات القضايا ولا بالقضايا فراعيه ابتدي بايه ابتدي باطار الحل ابتدي بجدو الاعمال بلك عاوز التاج اقول له والله حط غائبة اعمال كده اقول له البند الاول سوف هنبحث مشكلة التاج تبحث مشكلة الجناء حط اي مشاكل هو عاوزها وحط اي مشاكل انت عاوزها واذعمل منهم اطار معين للتطاوض وحطه لانه في العقلية ما عرفش عطيت ايه في العقلية التخلف انك لما ترس اما تقول لي والله ايه احنا مرات ساعات الكلمة هتشبعنا الكلمة هتغنينا كانت قال لي والله حطينا في جدو الاعمال بحث مستقبل السودان بتصور مشكلة السودان او اللي احنا وصلنا الاتفاق موابدا ده جدو الاعمال جدو الاعمال لا يعني شيء حتى لو طورنا جدو الاعمال وحطينا تفاصيل لبنوده فهذه لا تزال بنتكلم على الاطار الخارجي لما يمكن ان نتحدث فيما بعد لكنه الامريكان كانوا بالتطور دخول علم النفس في مجال التأثير السياسي والعمل السياسي من خبرة الاعلان والترويد في الثقافة الامريكية بدى يقش يعمل مرات ممكن تشوف صور لسلع جميلة جدا في الجرائد وتتطور انها تملكتها نشوف برامج والله كده برامج نشوف جدو الاعمال وانا تصور انه اللي هو في النهاية يفير جد يحسوا الناس والله انا قريت على ورقة هنا انه السجن بيبحث زي ما يقولولي في خريطة الطريق على سبيل المثال او في غيرها انه والله ده بند الجراء موجود بند الدولة الفلسطينية موجود بند المستعبارات موجود اه موجود كبند على جدو الاعمال لكن هذا لا يعني انه طرح كموضوع للتفاوض وصلنا فيه الى نتيجة او وصلنا فيه الى حل او انه في حل قريب فيقول له ايه بقى ده الدبلوماسيا الامريكية الجديدة بتعلم الدبلوماسيا الامريكية البريطانية العتيدة بيقول له ايه بيقول له ارجوك بتعمل ايه حاجة يعني انا اى 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 ااه انا انا ايه الاي؟ في تعبير هنا بيقول له ايه؟ بيقول له حط الهم كل العناصر اللي هما قد يرغبوا في بحثهاه لانه هذا سوفيطيهم شعورا بالرع مجرد ان يحسوا انه هذا اللي كلمه معلي موجود ايه حيضمانه؟ خشي في الدرس اللي إيدن اللي إيدن بيتلقاه من أتشسون على كيفية التفاوض وعلى كيفية ليس حل أزبر يعني هو الواضح هنا وفي كل الكلام مش درويس تكرت حل لكن الحل بعيد وإحنا عارفين مشاكل قد تكون معقدة سواء في الجلاء أو في السودان لكن من قدمك اخلق الانطباع عند أي طريقة أنه في وسيلة ما لتريح الناس لتديهم حاجة يتكلموا بيها قدام شعبهم يقف لي أي حد يقول لي والله احنا متفلين على خارج الطريق طب هي أي خارج الطريق بالظبط عرضتها مفيش ما عندكش حاجة طيب يقف حد يقول لي في أي حتة يعني عملنا اتفاقية شراكة طب هي أي فاق بالظبط اتفاقية شراكة العناوين هم على نحو ما من خبرة الإعلان أمريكية من فنون الترويج يمكن من معرفة بالدينة يمكن لكن بقى هدف ليس التفاوض معانا ولكن الهدف انه لدم فيل جود خلوهم يحسوا كويس مستريحين وفي هذا الوقت لدم فيل جود مستريحين كانت كلها موجهة إلى الرجل الذي يتراهن عليه السياسة الأمريكية في مصر لأنها راغبة في الدخول في مصر هو الملك المترجم للقناة المترجم للقناة